أهلا بكم مشاهدنا بعد الإعلان عن احتجاز البحرية الإيرانية سفينة إسرائيلية قرب مضيق هرمز تسألت صحف أجنبية عن حدود الرد الإيراني معتبرة أن مسارعة الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في المنطقة يعكس قلقها من أن دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة يمكن أن يؤدي إلى حرب أوسع صحيفة والسريت جورنال توقفت عند احتجاز البحرية الإيرانية سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تستولي فيها إيران على سفينة كبيرة منذ يناير الماضي لكن في المقابل تحدثت الصحيفة عن أن طهران تحاول موازنة الضغوط الداخلية مع التحذيرات الأمريكية بشأن كيفية الرد على إسرائيل منوهتنا إلى تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي وهو السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن أن الرد على إسرائيل سيأتي في نهاية المطاف لكنه يجب أن يستند إلى المصالح الوطنية والأمن وليس المطالب العامة وأرأت الصحيفة أنه في وقتنا تطرح تساؤلات بشأن حدود الرد الإيراني على إسرائيل فأن أي هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق على إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل مضاد شديد مما يدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب أوسع صحيفة واشنطن بوست علقت بدورها على احتجاز قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز مشيرة إلى أن حادثة السفينة تأتي في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة بإرسال المزيد من الطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني مضاد على إسرائيل أو القوات الأمريكية في المنطقة وأرأت أن تحرك البنتاجون لتعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يعكس قلق إدارة بايدن من أن دعمها للحرب الإسرائيلية على غزة يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف أوسع نطاقا في موقع بلومبورغ الأمريكي توقف أنتوني كاباكيو عند المخاوف المتعلقة بالمواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يخشون من أن التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران قد يدفع إلى حافة حرب مفتوحة وحلوحة ولا تجنبها لعقود من الزمن وراء أن الحرب بين إيران وإسرائيل يمكن أن تضع بعض الدول العربية في موقف صعب لكن من غير المرجح أن تقف أي دولة عربية إلى جانب إسرائيل ضد دولة مسلمة في سياق آخر وفي صحيفة واشنطن بوست أيضا تطرقت كارين ديونغ إلى غياب الحلول لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإنهاء الحرب على غزة مشيرة إلى أن كل أمال وخطة إدارة بايدن لإنهاء الحرب على غزة والتحرك نحو حل الدولتين تعتمد على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين وأنه وسط تصاعد التوتر لا توجد خطة بديلة وأن كل ما تملكه واشنطن هو مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق في حال فشلت هذه الجولة من المحادثات خاصة وأن علامات التفاول التي ظهرت هذا الأسبوع بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بدأت تتلاشى وتنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الضغوط الدولية المتعلقة بسلوك إسرائيل في غزة ومصير المحتجزين وتسليم المساعدات الإنسانية وأمدادات الأسلحة الأمريكية سوف تتبدد إذا تمكنوا فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف النار حتى لو مؤقتا وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح نقلت عن مسؤولين أمريكيين أيضا أنهم غير متأكدين مما إذا كانت تصريحات نتنياهو للاستهلاك داخليا أم أنها حيلة تفاوضية لإقناع حماس بالموافقة على صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق الرهاء وقال المسؤولون أنه لم تلاحظ أي استعدادات عسكرية توحي بهجوم قريب على رفح وأن إدارة بايدن تواصل جهودها لإقناع إسرائيل بالعدول عن خطتها مجلة إيكونوميست البريطانية واصلت الحديث عن فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة خاصة وأنه لا يمكن أبدا تبرير سقوط عشرة الألاف من الضحايا والجرحة وتدمير الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية بجزء كبير من غزة ورأت أنه في وقتنا يطالب فيه عدد من الساسة والضباط العسكريين أن تكون القنابل والرصاص بديلا عن الرؤية السياسية لنهاية الحرب فإنه من دون خطة للسلام سينتهي الأمر بإسرائيل كدولة احتلال وستدفع ثمنا باهضا عسكريا واقتصاديا وأيضا دبلوماسيا ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على دول عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا لتزويده بالأسلحة لكن إذا رفض الناخبون الغربيون دعم الحرب فإن ساساتهم سوف ينصعون لرغبتهم في نهاية المطاف ويعلقون بيع الأسلحة لإسرائيل لذا خطة السلام في غزة يجب أن تبدأ بوقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق صراحة المحتجزين مشاهدين هذا كان كل شيء العودة لخالد لاستكمال هذه التخطية ترجمة نانسي قنقر